بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد جميعنا يتمنى بأن يتلقى دائماً وأبداً الاحترام والتقدير والاهتمام من قبل الآخرين وكذلك يتمنى دائماً وأبداً بأن يكون محل اهتمام الآخرين وهذا هو الإنسان كما عرفه علماء الاجتماع بأنه كائن اجتماعي كائن اجتماعي لا يستطيع أن يعيش بمفرده ولا يستطيع أن يعيش بلا اهتمام من قبل الآخرين فإذا كنت تريد أن تعيش باهتمام من قبل من حولك وتريد أن تكون دائماً وأبداً محل تقدير وكذلك احترام إلى غير ذلك ما عليك إلا أن تعمل هذين الأمرين البسيطين سواء كان على مستوى الحياة الاجتماعية أو سواء كان على مستوى الحياة الاقتصادية في مستوى الحياة الاجتماعية دعاء النبي دعاء النبي صلى الله عليه وآله الذي علمه للأمير علي بن أبي طالب عليه السلام للمحبة والمودة في قلوب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا علي قل رب اقذف لي المودة في قلوب المؤمنين رب اجعل لي عندك عهدة رب اجعل لي عندك ودة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في تلك الآية عندما أنزل الله سبحانه وتعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة وكان علي بن أبي طالب عليه السلام ممتثلا لدعاء النبي فكان يكثر من قول رب اقذف لي المودة في قلوب المؤمنين رب اجعل لي عندك عهدة رب اجعل لي عندك ودة ولذلك نجد بأن الأمير علي عليه السلام أهل بيته لا تجد أحدا من أتباع أهل البيت عليهم السلام إلا ويحبه حبا شديدا إلا وفي قلبه ود كبير لأهل البيت عليهم السلام فلا تلقى مؤمن ولا مؤمنة إلا واتفقا على ذلك فهذه من الأدعية المجربة عند أهل البيت عليهم السلام عندما تريد أن تحظى باحترام وتقدير ومكانة ومنزلة واهتمام إلى غير ذلك عند قلوب الناس ومودة ورحمة في قلوبهم باتجاهك والأمر الآخر على مستوى العمل كما يسألنا البعض على مستوى العمل قال النبي صلى الله عليه وآله من كتب سورة الحجر وجعلها في عضده يكتبها بورقة بيضاء غير مخططة بقلم رصاص أو جاف ويشدها على عضده وهو يبيع ويشتري كثر بيعه وشراءه الضامن من؟ النبي صلى الله عليه وآله كثر بيعه وشراءه ويحب الناس معاملته وكثر رزقه بإذن الله تعالى ما دامت عليه أي أنه دائما وأبدا عندما يكون في المحل في مكان البيع والشراء في مكان التعامل مع الآخرين من ناحية البيع والشراء دائما هذه معلقة السورة على عضده والضامن هو النبي صلى الله عليه وآله فينجذب الناس إليك كما ينجذب الحديد للمغناطيس ينجذبون إليك فورا وهذا من أسرار القرآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا لاتباع دعوات النبي وكذلك آيات الله في حياتنا اليومية فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بكتاب الله وبالعترة الطاهرة برنامج صباحات ولائية أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام